إذن الأثرياء يعاملون العالم وكأنه ملعب شخصي لهم هذه الاتهامات أطلقتها منظبة أوكسفام ضد مليارديرات العالم بعد تقرير صادم عن مستويات انبعاثات الكربون التي يتسببون بها مقارنتان بباقي سكان الأرض فبحسب التقرير فإن خمسين شخصا من مليارديرات العالم يتسببون بالمتوسط بانبعاثات كربون خلال تسعين دقيقة بما يعادل ما يتسبب به الشخص العادي خلال كامل حياته ولكن لماذا الأثرياء بالتحديد السبب بطبيعة الحال يعني يرجع للانبعاثات والتلوث الناتج عن ممتلكاتهم من استثمارات ويخوت وطائرات خاصة التقرير مشاهدين أيضا استند إلى أرقام وأمثلة من بينها مثلا أن خمسين من أغنى مليارديرات العالم استقلوا في المتوسط 284 رحلة جوية في عام واحد وقضوا 425 ساعة في الجو وهو ما يعادل إحداث الشخص العادي للكربون في 300 عام وخلال نفس الفترة مشاهدين انبعثت من يخوتهم كمية من الكربون تعادل ما ينتجه الشخص العادي في 860 عاما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر